ماذا بعد تفريق النفط من خزاني صافر العائم؟ سؤال بات يطرحه الجميع بعد التهديدات التي مرستها مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية التي استخدمت صافر كورغة وسلاح للمناورة به وتهديد العالم ومارست الابتزاز بها بعد نشرت مئات الألغام البحرية حول الخزان وأخرجت العاملين فيه ومنعت من صيانته واحتجزت مدير الشركة وطالبت المجتمع الدولي بقيمة النفط المحتجز والمقدر بثمانين مليون دولار ثم عرقلت وصول الفريق الأممي الفني لتقييم الأضرار والبدء بعملية الصيانة عملية سحب حمولة خزان النفط العملاق صافر إلى ناقلة أحضرتها الأمم المتحدة قبالة ميناء الحديدة جاء بهدف ظاهري هو الحيلولة دون حدوث كارثة بيئة عملية النغل ستستغرق وفق تقديرات الأمم المتحدة تسعة عشر يوما لا يبقى التساؤل عن من هو المستفيد من النفط الذي سيتم نقله على المصير الناقلة الجديدة وهل ستصبح بمثابة قنبلة بيد الميليشيا تهدد بيئة البحر الأحمر من جديد ميليشيا الحوثي وضعت البيئة البحرية في خطر داهم لأكثر من ثماني سنوات لكن الخطر حسب مراقبين لا يزال قائما إذ ما استمرت الناقلة الجديدة تحت سطوة الميليشيا المدعومة من إيران والتي قد تتحول إلى قنبلة جديدة تهدد البيئة البحرية مراقبون يخشون تحويل الناقلة الجديدة إلى لغم يهدد الحياة البحرية كما فعلت مع خزاني صافر كون هذه الميليشيا ومنذ ثماني سنوات رفضت كل المناشدات ووضعت العراقيلة أمام وصول الفرق الفنية التابعة للمتحدة إلى الخزان لمعاينة الأضرار وتقدير أعمال الصيانة المطلوبة وعملت خلال فترة الماضية على زراعة الألغام البحرية في محيط الخزان العائم بشكل غير مسبوق